لازم تبقى تمارس حياة اسمها التعاطف حاول ان انت تفهم وجهة نظر الشخص اللي بتكلمه تحس بمشاعره وكمان في حياة اسمها التقمص الامباسي والسيمباسي اللي اتنين بنحتاجهم بس انت بحتاج تتعاطف وانت بتسمع شريك حياتك لازم يحس انك متعاطف معاه وبتشاركه وجدانيا بيشوف حتة وبيبكي وبتقوله ايه بس احنا لازم ناخد اجراء اه بس انا موجوع وانت بتقوله لازم ناخد اجراء وكأن مشاعره دي لعب عيان بيحس كده يعني ما ينفعش يبقى بيحكي مشكلة وانت بتضحك او انت شايف ان الحكاية كلها طب خلص كده نخلص او انت لو انت بتضحك هو هيحس بايه بقى لو هو بيحكي المشكلة وانت بتضحك ايه اللي هيحس بيه هيحس بان هو مش معاك ولزاك انت لازم تراعي ما يبقاش بيحكي المشكلة وانت بتضحك على حاجة في كلامه ما ينفعش رقم خمسة خلي بالك من الاشارات غير اللفظية اول ما تعرف طريقة شرك حياتك في التعبير غير اللفظي وهو بيعبر عن نفسه اتعلم ازاي تفسرها لان ده هيكون طريقة افضل للتواصل معاه لما تشوفه بيعمل كده هو هو بيتكلم وانت عارف ان الطريقة دي طريقة النكت او طريقة الهم او طريقة الحزن ايه اللي حاصل ممكن تبقى تسيبك وتحاول تدخل على نفسه البهجة تقوله سيبك من الكلام ده دلوقتي انا عايز اقولك حاجة تفرحك او والله انا عايز اي حاجة تفرحني في الوقت ده يبقى لاحظ لاحظ ان شرك حياتك قاعد منكمش في مكانه ممكن ده يبقى دليل على انه شعور بالخوف او التوتر فتحاول تأمنه وتساعده في حل مشكلته رقم ستة استخدم الاشارات اللفظية من المهم بنفس القدر وطورها طور عشان تدعم المهارة الزواجية دي زي ما قلنا انه مارس التواصل البصري والتواصل الجسدي وكل الرسائل اللي تكلمنا عنه كل ده لازم انت تعرف تعمله ازاي الست خطوات اللي احنا قلناها دي من اول انك تنتبه وتتعدل حركات جسدك وبعد كده كمان تستخدمها بوعي وكمان تقرأ لغة جسد شريح حياتك وانك تتعود على التواصل البصري وانك انت كمان تتعلم المهارة دي وتضيف الى نفسك اشياء تعبيرية ان انت تفسر الكلام ده بس في حاجة مهمة جدا 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 اوها تعتمد في بعض الاحيين على تفسيرك لجسد شريك حياتك من غير ما تكون انت اتأكدت ان التفسير ده صحيح لانه في كتير من الاحيين بيبقى عندنا صورة نمطية ان هو بدل كاش بدل هو جز على سنانه يبقى هو متدايق وعايز يضربني بس هو ساعات بيجز على سنانه عشان هو يزعلان من نفسه فاحنا لازم نتأكد من التعبيرات دي بشكل صحيح تواصلوا مع شركاء حياتكم وتأكدوا ان تواصلكم غير اللفظ معهم شيء مهم جدا جدا في حياتكم ولازم طول الوقت تبقوا عايشين بشكل صحيح وتستمروا في هذا الامر عشان انتوا لو استمرتوا في الامر ده وفهمتوا لغة جسد بعض ايه اللي هيحصل؟ هتتجنبوا كل المكاري وتقربوا من الاشياء اللي بيحبها شرك حياتكم تخيل كده لو هو بيحب دايما وانت بتتكلم ان انت تبتسم بعينيك كل ما يشوف ابتسامتك بعينيه يقول انا لما بشوفك بحس ان الدنيا بخير لما بشوفك بحس ان الدنيا كلها فتحت ونورت في عينيه عشان خطري ما تمتنعش عن هذا الابتسام افضل مبسوط على طول فيه ناس كتير بيقول لزوجاتكم ابتسامتك هي نور حياتي فعشان كده يستمر فيها زي الابتسام ده نقطة قوة اوعد سبيها ويسلام هو لما هو يجد الحاجة يقول لها يش هقول لها كده ما يتخفيش ايه دي مشاورته دي بتحسسها ان الدنيا كلها امان ما تخفيش ولا ان هو لما يحصل المشكلة يحتضنها فلما يحتضنها ايه اللي حاصل بتحس انها ارتاحت ومش خايفة من حاجة يا سادة المهارة دي مهارة مهمة جدا جدا في حياتنا اقول لكم انا ملاقيتش في اي اتنين بينهم خلاف الا والتواصل الزواجي غير اللفظي احد اسباب زيادة الخلاف او نشأة الخلاف طبع عشان كده ايه اللي حاصل عايزين نحل تعالوا نهتم بالمهارة دي ونستخدمها بافضل ما يكون وانا ما عنديش مشاكل انا بتحول في بعض الاحيين الى خبير ومساعد للناس انهم يستخدموا المهارة دي زي ما رسول الله سلم قال لبعض الناس انه هو ايه اللي حاصل ان انت تعبر عن مشاعرك كذلك رسول الله علمنا ان احنا نعبر عن مشاعرنا بكل وسيلة ممكنة نعبر بيها وزيك كان اكتر تعبيد عن مشاعر رسول الله سلم ان الدنيا واسعة انه كان لا يرى الا متبسما وان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دايما يتبسم في وجه السيدة عائشة فكانت دايما تحس بالأمان ما تحسش بالخوف وتحس بان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما هي في حماة يا رب اجعلنا من اهل هذه المهارة التي تفتح لنا كل أبواب السعادة يا رب العالمين اجعلنا من عبادك المحافظين على كل ما يفتح علينا باب نعمك يا رب العالمين